السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذا الفيديو رح نشرح ونحلو درس وتمارين صفحة 30 لسنة أولى ثانوية نتمنى إن شاء الله هذا الفيديو مع الشرح والحلول يفيدوكم وتستفادوا إذن نبدأ على بركة الله بسم الله دائما فيها self لهي نفسي نفسك نفسهم وأنفسهم عدنا إكزامبل البباغة راه يتحدث مع روحه يتحدث مع نفسه إت هنا إت لأنه حيوان أو طير طير أو حيوان دائما نقول لهم إت رو يعود على روحه إذن عدنا six sentences رح نتعمرهم بالreflexive pronouns إذن عدنا you have to introduce you أنت you have to introduce yourself نفسك فارد فارد كنحو فارد نقوله he فارد فارد admires himself عدنا أمل ليهي الشيء أمل describes herself عدنا كريم ورشيد كريم ورشيد ليهو مزوج عباد كنحو هم ندرو ذاي كريم ورشيد have to clean themselves themselves my friend and I enjoyed ourselves very much at the party ثم عدنا the parrot is looking at itself in the mirror itself in the mirror لأنه the parrot حيوان إذن itself in the mirror إذن حكا عمرنا الفراغات بالreflexive pronouns مبادعة عدنا check your answer to exercise 3 with the reminder below عدنا الreminder لهو الغمخ ولا هو القاعدة أو الملاحظة المكتوبة في الأسفل الجدول رايحين بالواسطة تعودوا تتحقوا من التمرين إذن the reflexive pronouns are used with some verbs in English when the object of the verb is the same as the subject إذن the object هنا عدنا I have to introduce myself عدنا I تمشي معاها me لهيا my myself I تقابلها my self إذن عدنا الpersonal pronoun subject ويقابلوهم الpersonal pronoun object and the possessive adjective لهما my, your, his, her, its, our, your, and their والreflexive pronouns إحنا دائما نشوفوا عدنا my self دائما موجودة okay self دائما موجودة عدنا myself, yourself, himself, herself, itself وكيكونوا الجمع نديروا selves with V-E-S at the end ourselves أنفسنا yourselves أنفسكم themselves أنفسهم إذن الreflexive pronoun يعبر على حاجة ملكية نفسي أنا حاجة خاصة بي أنا ولا خاصة بشخص آخر إذن هذا وش فيه الجدول الreflexive pronouns تحفظوهم هنا باش تقدروا تخدموا بهم في التمارين ولا في الفروض أو في الاختبارات إلى طلبوا منكم تمرين من هذا النوع إذن هذا هو الجدول وهذه الصفحة وش فيها نتمنى إن شاء الله هذا الشرح والحلول إفيدوكم وتستفادوا ونتلقوا في فيديوهات قادمة إن شاء الله أترككم في رعاية الله وحفظه بقاء والأخير ورب يوفقكم إن شاء الله